استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبياً على المملكة يوم الثلاثاء تترافق بطق صغير مستقر والتفاصيل بعد هذا الفاصل والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير يستمر تأثير المملكة يوم الثلاثاء بالكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة بحيث يطرأ المزيد للانخفاض على درجات الحرارة وتكون أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 4 إلى 6 درجات مئوية ويكون التقس خريفياً لطيفاً نهاراً يميل البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية وغائماً جزئياً مع احتمالية هطول زخاتنا الأمطار بمشيئة الله على فترات من مناطق متفرقة من الشريط الغربي للمملكة مصحوبة بحدوث الرعد أحياناً وتكون هذه الزخات في بعض المناطق بما فيها أجزاء من الأغوار الشمالية والوسطى غزيرة في بعض المناطق بشكل عشوائي والتي قد تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب وربما تشكل السيول لذا ينصح بالابتعاد عن الأودية والمناطق المنخفضة أما ليلاً فيكون التقس بالداً نسبياً بوجه عام ويتوقع تجدد فرص تشكل الضباب فوق بعض المناطق من السهول الشرقية والطرق الصحراوية بما في ذلك طريق القطران